هذا وقد واجه رئيس السيسي التحية لأسر خريج الدفع الجديدة من أكاديمية الشرطة فضلا عن توجيه الشكر لهم على إعدادهم وتوجيههم بشكل جيد أوجه التحية للأسر أسر الطلبة وأسر الخريجين وأهنيهم على تخرج أبنائهم وأشكرهم أيضا على أن هم يعني أعدوا أبنائهم وبناتهم عشان يبقى كلمنا دقيق يعني وجهزوهم بشكل جيد جدا وبعدين أقدموهم هنا لبلدهم مصر عشان يشاركوا في حماية أمنها باستقرار فأنا بشكرهم وبهنيهم وإن شاء الله يشوف أبنائهم دايما في أفضل الحالات واسمحوا لي أن أنا أشكر الخريجين وطلبة الأكاديمية والقائمين على العملية التعليمية والتدريبية في الأكاديمية على الجهد وعلى الأداء المتميز اللي تمازت به الكلية خلال مش بس التخرج واحتفالات التخرج النهاردة لكن الحقيقة أنا بيعني بتيجي لي فرصة أنه ناجي مرات وأبتطمن على الكلية وعلى الأداء اللي موجود بشكل يعني بسيط خالص خالص من غير من نعمل يعني عشان أبقى متطمن أن الأمور ماشية بشكل كويس والحقيقة كل مرة بنيجي بنتطمن وبنسعد بالمستوى ولسه لسه فيه أفضل من كده ترجمة نانسي قنقر